يقضي أبو ماهر معظم ساعات يومه في هذه الغرفة داخل ردهة العلاج الخاصة بمدمني الكحول والمخدرات لعلاجه من الإدمان أبو ماهر وهو لقب مستعار يتخذه هنا متزوج ولديه طفلان أدمن على المخدرات منذ سنوات وتسبب ذلك في خسارة أمواله وعائلته فضلا عن تغيير في طبيعته إذ انعكست الحاجة إلى المؤثر العقلي سلبا على حياته اليومية وبات عدائيا في تصرفاته لكنه الآن يسعى للتعافي ويحذر من يسدقون هذا الطريق أذيت عالم قمتت أفقد ما أدرب روحي خسرت ناسي خسرت أهلي خسرت مالي أنا أوجه كلام أقولهم أنا منزوج وعندي أطفال الثاني خسرتهم خسرت زوجتي أو بيتي فإذا هم يريدون يستمرون على هذا الطريق خليهم يستمرون 28 يوما مدة رقوده في الردهة لتلقي العلاج ولا يزال مستمرا هو وكثير من المدمنين على المخدرات والكحول يتلقى العلاج ليعود إلى حياته السابقة شخصا يتحمل مسؤولية عائلته ونفسه أو إنسانا نظيفا كما يصف نفسه صالي 28 يوما هنا والسبب اللي خلاني أجل هنا هو أنا جئتها أن دعا تعالج ومن ذاتي أنا جئتها أن دعا تعالج العلاج بصورة صحيحة وجيدة وكل وقت ببقتها وآن أصبحت هسا إنسان نظيف أحس بروحي الردهة استقبلت خلال ثمانية أشهر قرابة خمسمائة متعاطن ومدمن طلب العلاج طوعا فترة العلاج قد تصل إلى ستة أشهر بحسب الحالة يتلقى خلالها المدمن العلاج على مرحلتين دوائية ونفسية ويؤكد مشرفو العلاج أن نسبة الشفاء وصلت إلى قرابة ثمانين بالمئة منهم يخضع لي التحاليل ويخضع لي الفحوصات ويخضع للعلاج الدوائي العلاج الدوائي هو لمعالجة العراض الانسحابية أما الجزء الثاني من العلاج واللي هو علاج مهم وعلى المدى البعيد يصير على شكل الجلسات اللي هي جلسات العلاج السليوك المعرفي وكذلك يخضع المريض إلى زيارات دورية الزيارات الدورية قد تستمر إلى ثلاثة إلى ستة أشهر وبعدها يخضع المريض إلى تحاليل اللي هي تحاليل نهائية وبعدها يعطى القرار على أنه متشافي نسبة التشافي حوالي بلغت للأشهر الثمانية المنصرمة حوالي ثمانين بالمئة إضافة إلى هذه الردهة التابعة لدائرة صحة باب فإن وزارة الداخلية افتتحت مصحة قصرية لعلاج المدمنين بسعة أربعمائة سرير في محاولة لمعالجتهم خلال فترة قضاء محكوميتهم بدلا من الرقود في السجون المحافظة باب الحيدر تشيل يو تي في